هل في حاجة اسمها ضوابط شرعية مثلا أو فقهية أو دينية للتعامل مع وقت الفراغ؟ إمتى وقت الفراغ يبقى مفيد وصحي وإمتى يبقى مضر؟ محافظة الإسماعيلية في لحظة من اللحظات خلال الساعات اللي فاتت قال إنه والله القعد على القهوة بالطريقة دي بالفترة دي لغاية ستعى 12 بالليل وبعد كده ده شيء مضر جدا مضر على المستوى الاجتماعي مضر على المستوى الاقتصادي مضر على كل المستويات لكل الناس فده أثار الجدل في حاجة إحنا هنا بنتكلم عن زاوية معينة عن فكرة التعامل مع وقت الفراغ ومش بس فكرة القعدة على القهوة إحنا في يوليو وأغسطس دنيا أجازات الناس إن كانت بتشتغل الصبح في حاجة بالليل فاضية كل سنوح حركوا مطالبين إحنا داخلين على العيد أغسطس لوحده في شألة أجازات كويسة يعني معتبرة على الأقل بتاع 12 يوم من غير الأجازات الأسبوعية فإيه هي الضوابط اللي إحنا نتعامل بيها دينيا وبشكل محترم مع الأوقات الفراغ من أول الأعد على القهوة لغاية أي وقت فراغ حضرتك أو حضرتك بتقبضوه زكا دكتور الله يشترك كل سنوح حركة وحضرتك كل لحظة ومشاهدوك بألف عافية في أي تعليق أولا على اللي أنا قلته أبدا هو في حاجة اسمها ضوابط ممكن تبقى ضوابط شرعية أو دينية للتعامل مع أوقات الفراغ طبح إزاي كل حاجة أولا هو ما فيش وقت فراغ فإحنا أخذينا القضية زي طبح فيه التفراغ دي يعني الواقع بيقول إن حريب نستعمل هذه الكلمة لإن إحنا فاهمين إن الهوليديز أو الإجازات فراغ ها أنا أخذ إجازة وأروح أقعد مع أولي تمام سيد الأستاذ أنا عايز أقول لك على معلومة خطيرة وإنك تكون صدمة لناس كتير جدا ربنا بالراحة بس كده مغير فلسافة يعني ماشي في أول صورة الأنعام يقول ربنا يعني خلقكم من طين ماشي ومقضى أجلى يعني قد لكل واحد عمر عشان يعمل إيه العمر بتاعي ستين سبعين ثمانين تسعين ستة وتسعين عقبان زيه اللي مات كاموا ثمانين ماذا يفعله في هذا العمر الذي حدده الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها حيموت إساعة أربعة ونصر لخمسة في المكان الفلاني وما تدري نفسهم بأي أرض تموت العمر ده يساوي شغل وراحة ده هقولك أهو أنا حبقى لو صدرت عليها ثاني النوم اللي فيه شغل لأنه لازم ينام ونوظيفة طبعا لازم ينام كان فيه واحد من اللي أنت بتحبهم والمشاهدين اسمه معاز بن جبل معاز بن جبل صحابي أولا شاب عشان نكون الناس كلها عارفة يعني حسن فكار سيدنا معاز يعني الرجل الكبار أبو سبعين سنة لأ كان 18 18 سنة يوم ما قال فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معاذ أعلموا أمتي بالحلال والحرام أهوت شقيل بقى تقول لسا كنا قبل الهواء بنجيب في سيرة عولة مجبار يعني وعنده 18 سنة وأعلم أنه أعلم الناس بالحرام والحرام كل الناس يا حبيبي في الشارع عارفة أن أسامة بن زيد كان برضو 18 إلا شهرين لما النبي عمله القائد العام للقوات المساعدة أيه الغريبة زيد بن سابت كان 17 سنة و14 لما النبي عليه الصلاة والسلام أهل أعلم أمتي بالمواريس بلاش أقول الفرائض عشان ماش ترحل أستاذ المواريس المعاز بن جبل كده ده الأعلم بكل حاجة الحلال والحرام بالضبط أعلم الأمة ده عايزين تسأله كل الحرام كل الحرام طبعا مش كلام طبعا الناس كلها جالها الخبر أن معاز أعلم الناس بالحلال والحرام طبعا فمعاز راح الشام في ودء أمور عنده 19 سنة إلى 13 شهر ويومين طبعا سمع أن معاز ابن جبل موجود في الشام قال يا فرحتي أعلم الأمة بالحلال والحرام ده ده أكيد بيقضي الـ 24 ساعة إراية وكتابة وبحث علمي ولا أبو حنيفة كانش أبو حنيفة للسجل مش موجودة فرح لابد معاه تصحابي بقى وشفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيك أعلم الأمة بالحلال والحرام والله من سايبك يلاقي الراجل بعد الصلاة العيشة شفت الوقت بقى والفراغ والسهر والحيافة اللي إحنا فيها طيب والسخافة اللي إحنا فيها يعني إيه حد يصهر بعد ما يصلى العيشة بصهران بيعمل إيه قولي هات لعمل واحد يرضو ربنا هو بيعمله في صهر من أول أولادي الأحسادي لكل الدنيا بيوركتين أعمل لك كده أنا بقى أعمل لك كده يا فندم أعمل لك كده خالص يا فندم فيلم مين لتفرج ده ممكن لتفرج على فيلم هادف وتعلم منه وتبقى لعملية شغلة برضو مانيسة جاي لك في الكلة ماشي طيب ماشي حبيب فلقى صيدنا ومولانا معاذ بن جبل بعد العيشة بعد العيشة هوخ فقى الليلة أستنى التاني مستحيل حيحصل زي ديك العيشة هوخ تالت يوم العيشة هوخ قال له بص أنا مصبورش أكتر من ثلاثة أيام هو الإسلام علمنا كده يا تشرح لي هيحصل حاجة في موخ طيب لتنسى بعد تصلي العيشة وتنام وتسحى الفجر تصلي وتشوف شغلك وكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوه قال له آه قال له فين بقى الخصوصيات قال افتح القوسي يشريب به صاعد قال له يا أخي أنا أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده يا قضطي يعني أنا بنام بنية أني لها ربما من واقع وأنا مش عايز أسمعك فنام الحاجات العيلة لو سمعتلي أتكلم في فكرة تانية اللي هي البيوت ما البيوت خربت عشان كده عايزين نسيبها لو البيوت مش خربانة كنا قعدنا فيها وحييجا الدين بقى والضوابط اللي حضرتك نكاشتيني فيها يعني إذن النوم عبادة ليه وسيلة بيتوسل بيها النائم عشان يستعيد الطاقة تيجاد العمل لما يصحى ويخدم الدنيا ويخلي بالك من كلامي ويخدم الدنيا نفس الحال